اكتشاف غامض يثير حيرة العلماء في المحيط الهادئ توصل فريق من الباحثين بقيادة الجيولوجي جينج شوان وانج من جامعة ماريلاند إلى اكتشاف مثير في قاع المحيط الهادئ حيث عثروا على ألواح قديمة تعود إلى حوالي 230 مليون سنة أي فترة الديناسورات من خلال تحليل البيانات الزلزالية واستخدم العلماء الموجات الزلزالية للتعمق في أعماق الأرض وكشفوا عن بنى تحتية غامضة وتكتلات من الوشاح تتحرك ببطء تحت صفيحة ناركا قرب الساحل الجنوبي لأمريكا هذه المنطقة التي تعتبر نقطة التقاء بين المحيط السريع النمو والنشاط الجيولوجي تحتفظ بخصائص غريبة تتمثل في أنها أكثر برودة وكثافة مما يجعلها تبدو كقطعة متحجرة من قاع البحر القديم بالإضافة إلى ذلك اكتشف البحثون فجوة هيكلية غامضة بين المحيط الهادئ الأوسط والشرقي مما يثير تساؤلات حول تأثير الأعماق على سطح الأرض وقد أشار وينغ إلى أن المواد تغوص في هذه المنطقة بسرعة أقل من النصف مما يدل على أن منطقة انتقال الوشاح تعمل كحاجز مما يبطئ حركة المواد هذه الاكتشافات تفتح ثاقا جديدة لفهم تكوين كوكب الأرض وتاريخه